يعود التوتر مرة أخرى إلى إقليم نغورني قارباغ ليفتح الباب على جميع الاحتمالات بين أرمينيا وأذربيجان بما في ذلك الحرب مرة أخرى مستشار السياسة الخارجية للرئاسة الأذرية حكمة حاجييف نفى توصل بلاده إلى اتفاق مع إقليم نغورني قارباغ الانفصالي لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى أذربيجان وأرمينيا ففي الوقت الذي تتهم أرمينيا جارتها بإغلاق ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وقارباغ تؤكد أذربيجان أن الأرمن يقومون بتهريب البضائع عبر مركبات لجيان الصليب الأحمر وأنها تسمح للأفراد بالمرور لا يقف الأمر عند هذا الحد فتتهم أرمينيا أذربيجان بحجد قواتها على طول خط التماس مع إقليم نغورني قارباغ والحدود مع أرمينيا على الرغم من حجدها هي لقواتها على الحدود بينما تعتبر أذربيجان تصريحات أرمينيا تلاعبا سياسيا التوتر بين الجانبين يتعدى حدودهما ليصل إلى إيران التي نشر نشطاء تسجيلا مصورا يظهر تحشيدا لقواتها على حدود أذربيجان دعما لأرمينيا رغم نفي طهران هذه التحشيدات على لسان وزير دفاعها حشودات إذا ما صح خبرها فإن سببها ممر زنغرور الذي نص البند التاسع في اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا على فتحه وهو ما ترى فيه إيران تهديدا لنفوذها في آسيا الوسطى ومنطقة جنوب القوقاز وفي هذا الخصوص يؤكد مراقبون أن إيران قد تخاطر بالحرب لمنع فتح ممر زنغزور الذي أكد وزير الخارجي الأذري في وقت سابق أن بلاده قد تتجه لفتحه رغما عن أرمينيا إذا لزم الأمر